تم الانتهاء من أعداد الوثائق التي تتضمن الخطوط العريضة لمبادرة الحوار الوطني مبادرة سيقع الأعلان عنها بعد عيد الفطر من قبل مجموعة من المنظمات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل لترحي إصلاحات الأساسية تعنى بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية اليوم الاتحاد متشبث بالنشر والترويج لهذه المبادرة وذلك من منطلق أنها حلقة أساسية من حلقات الحوار اعتباراً أن الحلول القادمة لا يمكن أن تكون تونسية تونسية استئناف الحديث عن مبادرة الحوار الوطني أثارت جدلاً واسعاً مجدداً خاصة في ذل موقف السلطة الذي لم يتغير منذ شهر نوفمبر الماضي إذ لا يخفي رئيس الجمهورية قيس سعيد موقفه الرافضة من هذه المبادرة وهو ما يجعل إشكالية مشاركة الجميع في الحوار الوطني تتصدر المشهد مرة أخرى يمكن القول أن حوار الصم بين سعيد وبين الطبوب بين المركزية النقبية والرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتبر له بصدد إرساء جمهورية ثالثة آخر المؤسسات التي تم تركيزها البرلمان وهو الذي يحتوي الحوار الأساسي المركزي الذي يفيد البلاد خارج هذا السياق الاتحاد يطرح أفكار ليست ذات أهمية من وجهة نظر قيس سعيد وفي ظل اختلاف الرؤى والتجاذبات السياسية يرى خبراء أن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد صعب جدا ويقتضي توافقا سياسيا وخارطة طريقا واضحة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتمل اليوم الوضعي الاقتصادية في تونس صعيبة خاصة على مستوى الميزانية العمومية والميزان الخارجي الخروج من الأزمة لن يكون إلا باستقرار سياسي وهذا الاستقرار السياسي يفترض الوصول إلى التوافق بين جميع الأطراف والذي يتطلب في نفس الوقت تقديم تنازلات من جميع الأطراف في جميع أطراف الحوار أو خارج الحوار وتعيش تونس اليوم على وقع وضع سياسي واقتصادي واجتماعي معقد وهو ما يضع جميع الأطراف اليوم أمام مسؤولية تاريخية فتجلي حجم الهوى بين منظمات المجتمع المدني والسلطة هذه الفترة بالذات قد يعيق المسار الإصلاحي للبلاد ويعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية خلود حمدسكا نيوز عربية تونس